قدي بنشكر رب لأجل الأوقات الحلوة اللي بيدهلنا الرب عشان نفرح في حضرته ونتعزى ونتشجع دي وقت الترانيم كان رائع جداً اللي لدي الرب أنعشنا الرب يبركك أخ ناصف بيستخدمك برك على الدوام بقالنا فترة بنتأمل في موضوع أعتقد فاكرينه من هو المسيح والنهاردة على قلبي نقرأ جزء من كلمة الله نشوف في صورة من الصور الحلوة الرائعة لربنا يسوع المسيح هيفضل هو موضوع تأملنا وموضوع فرحنا الحد ما ييجي ونشوفه وجهاً لوجه ووقتها مش محتاجين لكلام ولا إعلان لأننا سنراه كما؟ كما هو والحد ما ييجي أرجو أن العدو ما يشغلناش زي ما كان أخونا ناصف بيصلي دلوقتي يشغلنا بسلبيات ويشغلنا بمهاطرات ويشغلنا بحكايات ويشغلنا بخلافات عشان خاطر يستنفذ قوتنا وقوانا ويستنفذ وقتنا ويشغلنا عن أحلى موضوع عندنا اللي قال عنه الكتاب لأني لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع وإياه مصلوباً تعالوا نقرأ مع بعض إنجيل لؤة أصحح عشرة ابتداء من عدد خمسة وعشرين ونشوف مع بعض صورة جميلة من الصور التي رسمت في كلمة الله في العهد الجديد عن ربنا يسوع المسيح لؤة عشرة عدد خمسة وعشرين وإذا نموسي قام يجربه قائلاً يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأه فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلاً من أرشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهناً نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لوي أيضاً إصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولما رآه تحننا فتقدم وضمض جراحاته وصب عليها زيتاً وخمراً وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أفيك فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريباً للذي وقع بين اللصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضاً واصنع هكذا آمين إنجيل لؤى أحبائي مشغول أوي بنعمة الرب يسوع المسيح الإنجيل الذي كتبه طبيب أممي ووجه حديثه إلى الأمم وكان موضوع مشغولية لؤى الطبيب الذي كتب إنجيل لؤى موضوع مشغوليته هو المسيح الرقيق الحنان الكاهن الذي يهتم بالبشر يهتم يظهر مشاعر الرأفة والشفقة نحية البشر عشان كده في إنجيل لؤى الإنجيل الوحيد الذي نجد فيه الرب يسوع المسيح يتحنن ويشفق ويبكي ويتلامس مع المحتجين إنجيل لؤى الإنجيل الوحيد الذي نلاقي فيه الرب يسوع المسيح يتقابل مع أرملة نئين المرأة التي فقدت ابنها الوحيد يشفق عليها الرب يسوع المسيح ولما رآها تبكي حد فكر عمل إيه تحنن وقال لها يا إمرأة لا تبكي إنجيل لؤى الإنجيل الوحيد الذي نقرأ فيه هذه القصة الجميلة أو المثل اللي هو السامري الصالح المعروف بهذا الإسم حيث نقرأ عن الرب يسوع المسيح ممثلا في هذا السامري ولما رآه عمله تحنن نزل عن دبته ضمض جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دبته إنجيل لؤى الإنجيل الوحيد الذي نقرأ فيه أن الرب يسوع المسيح بكى على أرشاليم عندما جاء إليها في إنجيل لؤى الصحة 19 نظر إلى المدينة وعمل يا حبيبي وبكى وقال لها لو كنت تعلمين ما هو لسلامك لو كنت تعلمين ما هو لسلامك كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنت لم تريدي إنجيل لؤى إنجيل إنجيل مشغول بنعمة الله بل مشغول بإظهار قلب الرب يسوع المسيح المخلص الحنان وده الموضوع اللي راح أتكلم فيه اللي لا دي بنعمة الله من هو المسيح إنه المخلص المخلص الحنان ليس فقط المخلص زي ما رنمنا الترنيمة الجميلة الحلوة يا مخلصي الترنيمة القديمة الجميلة اللي معروفة في العالم كله نفسي تغني يا مخلصي وعندما سنصل إلى السماء سنترنم لهذا المخلص قائلين مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والكرامة لأنك ذبحت وإيه؟ واشتريتنا في البداية أحبائي أسأل سؤال ليه الرب حكى هذه القصة أو هذا المثل؟ البعض بيعتبروا مثل البعض بيعتبروا قصة مش هنختلف كتير لكن لماذا حكى الرب هذا الموقف أحبائي؟ على الأقل لثلاث أو أربع أسباب سمي الأولين الرب حكى هذا المثل أو هذه القصة عشان يثبت أن الناموس والشريعة والأعمال مش هتنفع مع الإنسان ولا الإنسان هينفع معها يعني لا أنا هنفع مع النموس ولا النموس هيعمل هينفع معايا هتكلم عنها بأكثر توضيح وإحنا بنتكلم في التأمل في القصة دية إلا لاذي بنعمة الله لكن السبب الثاني أحبائي للرب حكى عنه هذا المثل لأن الرب استغل الموقف دايما الرب يستغل الموقف اللي هو فيه ويقدم شخصه ويقدم الاحتياج إليه على سبيل المثال في إنجيل يوحنى أصحح ستة مثلا لما الجموع كانت بتدور عليه حد فاكرة كانوا يدوروا عليه في يوحنى ستة ليه؟ ليس لأنهم آمنوا لكنهم لأنهم أكلوا من الخبز والسمك فعملوا إيه؟ الرب استخدم الموقف دوت وحكي لهم عن الخبز الحقيقي قائلا أنا هو خبز الحياة اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبادية دايما الرب يستغل الموقف والقصة عشان يقدم شخصه الموضوع والاحتياج الوحيد للبشرية دخل بيت زكا وعندما دخل بيت زكا أعلن هدف مجيئه إلى الأرض قائلا له إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلأ ده سبب الثاني حد فاكرة سبب الأولاني النموس ما ينفعش معانا ولا احنا هننفع مع النموس لأن الراجل اللي جاي دوت يجرب المسيح دوت أساسا الرجل إيه؟ نموسي وعايز إيه الراجل النموسي ماذا أعمل لأرس الحياة الأبادية أنا عند استعداد أنا شاطر قول لي بس على هو أنت قلت لي حاجة وعملتهاش أنت تقول ونعمل وده مش قديمة ده حاجة يعني من زمان قوي 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 لما الشعب قالوا للرب في خروق تساعتاشر قالوا لموسى روح قول لربنا كل ما يقول له الرب هنعمل إيه؟ هنفعله والرب قال لهم شوية وصاية قبل ما ينزل موسى كانوا كسرين أول وصية وهنا الراجل دوت حيتزنق زنق حرام حاجة تكسف يعني قال له قال له قال له الرب قال له كيف تقرأ؟ قال لي بالك الرب ما قالهوش ماذا تقرأ؟ لأن الرب قال له أنت فاهم فاهم ولا عملت دش وخلاص يعني كيف تقرأ؟ إيه اللي في الموجود في الوصية؟ قال له ده أنا عارف ده أنا حافظتها منذ إيه؟ حدثاتي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك كإيه؟ رح الرب قال له خلاص يا سيدي يعني اتحلت افعل هذا فتحية أما الراجل حب يزنق المسيح أم زنق روحه؟ هو مفروض لما الرب يقول له افعل هذا فتحية يجي قدام المسيح ويقول له طيب واعمل إزاي؟ هو أنا قادر أعمل حاجة ده أنا عميلي كلها سودة ده ليس من يفعل صلاحا ليس ولا وحد ما تديني معونا عشان أعمل ما تديني قوة عشان أعمل حاب يطلع من المطب وقع روحه في مطبق أكبر قال له ومن هو؟ هو إيه؟ قريبي قال له أنت مش عارف قريبك؟ يبقى مش بتحب قريبك يبقى أنت كسر النموس لكن الرب في محبته حكا له الحكاية اللي هنتكلم عنها اللا دي بأكثر تفصيل مرة تانية بقول ليه الرب حكى المثل؟ واحد عشان يقول النموس ما ينفعش معانا اتنين عشان يظهر الرب شخصه؟ نمرة ثلاثة يظهر الرب حاجة الإنسان إلى الخلاص الإنسان اللي حكى عنه اللي نازل من أرشاليم إلى أريحة محتاج شريعة؟ ولا محتاج مخلص يا حبيبي؟ واحد وقع بين إيد اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حين وميت دا كان محتاج إلي إيه يا أخواتي؟ محتاج إلى المخلص عشان كده الرب حكى هذه القصة الجميلة وهذا المثل الرائع عشان يقول يا جماعة انتوا محتاجين إلى مخلص اللي احنا رنمنا عنه النهاردة يا مخلص يعني مخلص؟ يعني منقذ يعني منقذ يعني واحد غرقان في البحر ها؟ وخلاص بيطلع في الروح وعمال يهبش دا مش محتاج واحد يقف على الشاطئ ويقول له افرد إيدك اليمين مع رجلك الشمال وافرد إيدك الشمال مع رجلك اليمين لكن دا محتاج واحد يعمل إيه أخوتي ها؟ ينزل في المية ويعمل إيه؟ خلص البشرية مش محتاجة دين البشرية مش محتاجة شريعة اللي الناس هتموت عليها البشرية محتاجة إلى ها؟ إلى مخلص وده اللي احنا رنمنا عنه اللالا دي جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم إيه؟ وليكون لهم أفضل طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف القصة دي يا تي حبايبي كيف كيف أظهر المسيح نفسه؟ المخلص الحنان طبعا في ناس كتير تقولك أنتوا بتحملوا الكتاب أكتر من حقه ليه يا عم زعلان ليه؟ مين قالك أن السامر الصالح يبقى هو المسيح؟ طب خلاص أنا مع حضرتك يعني يعني حضرتك عندك واحد ينفع نطبق عليه الكلام دوت غير المسيح قل لي عليه وأنا مستعدة أمشي معاك عندك واحد ييجي للإنسان المجرح ويشفيه؟ عندك واحد ييجي العدوه ويحبه؟ شفتوا واحد كده في البشرية بيعمل حكاية دي يا تي حبايبي؟ احنا بنشوف الناس بتدبح بعض وبتقتل بعض ويمكن في الكنيسة الوحدة ما بيكلموش بعض ويمكن بنتخانع عشان خاطر شوية حاجات بنختلف عليها شفتوا واحد ينزل من أعلى السماء عشان يحب الناس الأشرار يلا ما تقول معايا الآية لكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا هذا المثل أحبائي لا ينطبق إلا عن الرب يسوع المسيح وعشان أركز كلامي مطولش عليكم عايز أقسم المثل دوت إلى تلات أفكار رئيسية من خلالها يبرز شخص المسيح المخلص الحنان أول حاجة هنشوفها مع بعض في المثل دوت الإنسان وحلته اتنين الناموس وعجزه تلاتة المسيح ونعمته أقولهم تاني مع بعض عشان نتأمل فيهم واحد الإنسان وإيه؟ الإنسان وحلته نمرة اتنين النموس وعجزه نمرة تلاتة المسيح ونعمته تعالوا نشوف مع بعض الإنسان وحلته المثل دوت بيحكلنا عن إيه حبيبي؟ عن قصة الإنسان بص معايا مرة تانية يقول الكتاب الرب حبي يحكي للراجل دوت اللي عمالي يجادل مع المسيح لا أنا ممكن أعمل وأنا ممكن أكون كويس قال له طب أحكي لك حكاية إنسان كان نازلا من أرشاليم إلى أريح أريح أسأل سؤال المسيح بيحكي عن مين؟ عن اليهود ولا الأمم؟ لا عن الإنسان طيب بيحكي عن عن واحد أمريكاني ولا واحد صعيدي؟ لا إنسان طيب بيحكي عن الأغنية ولا الفقرة؟ المتدينين ولا الفجار؟ أريح روحك؟ المسيح بيحكي قصة مين؟ الإنسان إنسان الإنسان وشكله إيه الإنسان دوت يا جماعة؟ أمريكاني مصري صعيدي من كولمبور أسود أبيض متعلم جاهل شكله إيه الإنسان دوت؟ بص معايا يعني في خمس صفات واضحين قوي قوي نقدر نعديهم بسرعة من غير ما نقف قدامهم كتير واحد نازل اتنين واقع ثلاثة؟ عريان أربعة؟ أربعة مجرح خمسة؟ تركوه بين إيه؟ هاي الميت ها خلاص احنا خلصنا قصة الإنسان دوت أهدى الإنسان أهدى الإنسان فبعده عن ربنا إنسان نازل نازل ونازل منين يا جماعة؟ سايب؟ ها؟ أرشاليم ورايح لفين؟ رايح أريحة أرشاليم مدينة الله أرشاليم الجبال حولها والرب حول شعبه دايما يقول في مزمور مية خمسة وعشرين سايب المدينة مدينة الله العلي اللي فيها كرسى الله دا كان في القديم يعني وهي صورة إلى الحالة الروحية الجميل ورايح فين المسكين دوت يا حبايبي؟ رايح إيه؟ أريحة أريحة الكلام ليه معنى طبعا يا حبايبي وأريحة حد يعرف حد يغششني كده أريحة بتكلمنا عن إيه يا أخوتي؟ أريحة بتكلمنا عن ثلاث حاجات على الأقل أولا معنى كلمة أريحة معناها مدينة مدينة القمر أو المدينة ذات الرائحة أريحة الجذابة العالم بكل ما فيه طب وفيه ايه هناك يا حبايبي؟ أريحة الكتاب يقول لنا فيها ثلاث حاجات على الأقل واحد فيها اللعنة اللعنة حد فاكر الكتاب يقول لنا ايه في يشوع ستة؟ مظبوط ملعون الإنسان الذي يعمل ايه؟ يؤسس أريحة ببكره يبني أسورها وبصغيره ينصب ينصب أبواب ملعون ملعون سايب أرشليم ورايح إلى رايح إلى أريحة فيها لعنة وأسأل سؤال تفتكروا اللي يدي ضهره اللي يدي ضهره اللي يدي ضهره ربنا يا حبايبي تلاقيه البركة؟ مش هتلاقيها غير اللعنة أين توجد البركة؟ يلا أقولوا معايا أحبائي مباركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل باركة روحية في السماويات في مين؟ في المسيح طيب أريحة فيها لعنة لكن أريحة فيها حاجة تاني كمان أريحة لما نقرف مرقص عشرة نلاقي في واحد قاعد على الطريق يعمل إيه؟ يستعطي يستعطي يا سلام يا سلام على العالم حد رحل العالم في أريحة وشبع يا حبايبي؟ ماذا يوجد في العالم يقول الحكيم في سفر الجامعة؟ كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملئان العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع ولا جديد تحت تحت الشمس يبقى أريحة فيها لعنة وفيها احتياج لكن أريحة مش بس فيها اللعنة وفيها الاحتياج لكن فيها الاحتيال حد فاكر واحد شيخ منصب زي ما بيقولوا يعني كان موجود في أريحة في لؤة 19 اللي هو مين؟ زكا والرجل دو كان بيعمل في الخلق يا حبايبي؟ كان بينصب عليهم زكا اللي كان بيأخذ من الناس الأضعف عشان كده مسكين هذا الإنسان اللي ساب أرشليم ورايحة أريحة ومرة تانية بنادي بنادي على كل واحد نازل على كل واحد اتجرح على كل واحد اتعرى على كل واحد تركته الخطيئة بين حي وميت أنادي عليك تعالى إليه وسلم ليه وحط حياتك بين إيديك هيخفر ليك خطايا إيه؟ خطايا مضيك هذا هو الإنسان وحالته الإنسان وحالته نازل وقع بين إيد اللصوص يطلع مين اللصوص دولة يا حبايبي؟ اللصوص طبع الحرام الكبير مين الحرام الكبير؟ مين الحرام الكبير في الدنيا دي يا حبايبي؟ ده في حرامي حرام كبير قوي 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 أنا مش أفسر من عندي ده قالوا المسيح له كل المجد في يحنى عشرة عشرة الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويزبح ويغلق في واحد نشال لا سمح الله في حد تنشال فيكم قبل كده يعني؟ يعني ربنا يحفظنا يعني يحفظنا النشال ده إيده خفيفة والشطان ده إيده خفيفة قوي عايز ينشل عايز يسرق يسرق الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويعمل ويزبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم قبلت شاب في أمريكا هاجر ولما هاجر دخل في ماراثون وفي السباق كيف يصبح غنيا في أقل سنوات ممكنة؟ اشتغل ثلاث شغلانات يعني كان بينام في الأربعة وعشرين ساعة ساعتين أنا فاكر زرته في البيت وقلت له فلان حبيبي أعمل معروف أنت بتعرض روحك لخطر والمرض غير عادي تعالي لاجتماع تعالي شبع بالرب ما تخافش ده في واحد رنمنا عنه النهاردة معي في رحلة الايه؟ العمري بطول العمري يرعاني حبيبي ما تخافش تعالي للرب والرب هيسدد حتياجة هو كان أخ مؤمن مش خاطي لكن هو دخل للأسف العدو قدر ينشل سلامه وينشل أفكاره ويشغله في الدوامة ديت رحت أزور البلد ديت اللي هو فيها بعد سنة قالوا لي هو في المستشفى بعيد عنكم عنده لوكيميا وتعالي نروح نزوره رحت زورته أنا متأثر جداً هو قاعد على فراش المرض كان فضله تقريباً خمستاشر يوم زي ما الدكاترة محددين له ويسافر ويسيب الأرض واللي فيها وبعدين هو قاعد هو نايا مع السرير ما كانش يقدر يقعد قال لي قال لي الكلمة ديت قال لي اتنشلت يا أخي إليه قالت له خير أنا ما كنتش فاهم مين مين حد في المستشفى جيه قال لي لا 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 ما تخضش اتنشلت قال لي بالنص كده العدو سرق مني كل حاجة وقال لي عبارة مش ناسيها قلت له هقولها في كل الخدمات يا فلان قال لي قولها قال لي لو أنا فاهم الحياة زي ما أنا فاهمها دلوقتي ما كنتش عشت العيشة اللي أنا عشتها لو كنت فاهم الحياة زي ما أنا إيه زي ما أنا فاهمها دلوقتي خلي بالكم أحباء الأفاضل فيه لصوص فيه لصوص وقع بين اللصوص أشكر رب بالأجل الاجتماع الحلو للرب عامله دوا تصدقوني يا حبايبي عشان الرب يفوقنا ويحمينا ويرحمنا من اللصوص تقول أمين معايا وترتمي بين يديه الحانية الكريمة المخلص تجري عليه ترتمي في حضنه التفتوا إلي واخلصوا ها؟ يا جميع أقاص الأرض عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة وإيه؟ وحص أتنقل بسرعة للنقطة التانية باختصار الإنسان وحلته نازل وقع عريان مضوا وطركوه بين حي وميت بس خلي بالك معايا يا ترى الإنسان التعبان العريان دوت نفع معاه الناموسي حبايبي بخلي بالكم هدف القصة الأساسية إن ربنا بيحكي مع الراجل النموس يدوت ويحق مع فيه إن النموس واحد قاعد بسيط يقول لي هو إيه النموس دوت اللي بيحكوا عنه اللي لا دي إيه هو النموس دوت هو الوصايا والفرائض والأعمال التي أعطيت للشعب في القديم في اليهودية تحت مبدأ افعل هذا فتحيا هي دية النموس الراجل ماسك ويقول للربنا قل لي أنا مستعد أعمل أنا شاطر أوي أنا مستعد أعمل رح ربنا في الآخر قال له افعل هذا فإيه فتحيا هو لأنه فاهم إنه مش قادر يعمل حاجة فحب يسأل السؤال من هو إيه؟ من هو قريبه؟ رح المسيح حكى له المثل دوت قال له بالمناسبة ويا سلام على طولة أنات المسيح يا سلام برح كنت بتكلم في اجتماع فتيلة مدخنة لإيه؟ ليطفئ وقصبة مرضودة يعني أنا لو جي واحد بزا كده حالتهم حبي يعني يتشاطر علي طبعا مش عدهالو يعني يعني يتشاطر علي لما أنت مش قادر تعمل حاجة وكمان جاي تسأل يعني تروح يعمل بس حاجة يا سلام على طولة أنات المسيح بيحبك حبك حتى اللي بيقاوي حتى اللي بيجادل حتى اللي بيجدف حتى اللي بيهين المسيح مصل المسيح له كل المجد قالها مرة أولى قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض أعمل إيه؟ أجذبوا إلي أجذبوا إلي الجميع قال له قولك إنسان نازل من أورشاليم إلى أريحة فوقع بين اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين إيه؟ حي وميت فعرض خد بالك من الكلمة دي يدي مهمة قوي فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وإيه؟ وجاز مقابله كذلك لاوي أيضا إصار عند المكان جاء ونظر وجاز إيه؟ مقابله إش معنى المسيح اختار اللي اتنين دولت؟ الكاهن ومين تاني؟ واللاوي ما هم الاتنين دولت اللي بيمثلوا الإيه؟ الناموس الكاهن ده بتاع الزبيحة واللاوي ده اللي بيعرف الشعائر حسب سفر العدد أصحح ثلاثة عدد سبعة ده اللي عارف الشعائر ده اللي عارف الوصايا ده اللي بيعلم الناس طيب يا راجل أنت أنت وقع في السكة أنت حالتك حال؟ إيه؟ يلا إحنا جايين لك أهو إحنا جايين لك بس خلي بالك معايا الكاهن واللاوي هسأل سؤالين مهمين قوي وإن شاء الله تكونوا صحين وتردوا علي فيهم الكاهن كان جاي له مخصوص ولا كان معد بالصدفة؟ مش سامع الإجابة؟ أيوة عارضة يعني عارضة يعني ده معدي كده ودوت يرد علينا السؤال هو النموس كان في غرض الله يجي يخلص البشرية؟ الإجابة لا روح يسأل الرسول بولس في غلطية تلاتة تسعتاشر سؤال فلماذا؟ النموس تيجي كلمة حلوة يقول قد زيدة بسبب الايه؟ التعديات يعني النموس ما هواش اللي في ذهن الله يجي للبشرية عشان يخلصها طيب أسأل سؤال أمه اللي كان في ذهن الله من زمان من زمان من زمان من زمان يجي عشان يخلص البشرية قبل النموس وقبل الزبيحة وقبل الشريعة وقبل الأديان وقبل كل حاجة حبيبي ها؟ مين؟ رب يسوع المسيح طيب إيه الدليل بتاعك؟ يا الله مين يقول معي الآية اللي في بطرس الأولى؟ البطرس الأولى واحد وعدد تمنتاشر عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس كم المسيح؟ اسمع بقية الآية الحلوة قوي من هو المسيح؟ معروفاً سابقاً قبل إيه؟ تأسيس الإيه؟ تأسيس العالم إذن النموس لم يكن في ذهن الله هو الأمر الأساسي عارضة طيب اسأل سؤال النموس وأعمال النموس تنفع مع الإنسان اللي واقع مجرح مستعبد الشيطان مرمره والمخدرات بهدلته والنجاسة ضيعت صحته والخطايا بهدلته بهدلت بيته ينفع معها النموس والشريعة والوصايا والفرائد يا حبيبي هجب لنا مثل هو وقع الإنسان يا حرام متجرح ومتبهدل وعد الكاهن عليه بص عليه الكاهن قال له انت حالتك تصعب على الواحد بصراحة قوم قوم فز كده رحت لنا زبيحة نقدمها لك يلا عايزين نخلص الموضوع انت حالتك حال قوم رحت زبيحة الراجل ما عندوش غير كلمة يقول غير كلمة إيه؟ آه هذا يعني موافق طيب يلا قديني مستنى هون اتفضل روح هات زبيحة يقول له اه يا عم هت لنا زبيحة عشان خاطر نقدمها لك يقول له ده بيقول آه مش معناها هيجيب زبيحة ده بيقول آه من اللي فيه قال آه هو انت مش قادر تجيب حاجة طب مع السلامة فرقاه وإيه؟ وجاذ إيه؟ مقابله لما يبقى معك زبيحة نبقى نعمل ايه؟ نقدم هالك عدى بعد شوية مين؟ اللاوي أيوة انت هي أخبارك؟ برضي يقول له ايه؟ آه أهلا ده كويس ده ده ان شاء الله ده هيقول معايا بص معايا أنا معايا حبة مزامير انت حاول تقول ورايا المزامير اللي هقول هالك ديت هم خمس ستة مزامير تسمحهم عشان ربنا يرحمك ان شاء الله موافق وده يقول له لانتوا خلاص عرفتوا الدرسة هوت يعني يلا قول ورايا ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كسرة رأفتك أم حم قول هو محوش غير كلمة ايه؟ يا عم انت معندكش غير الكلمة ديت طب ولاش مقى واحد وخمسين ده متعب عليك؟ طب يلا قول معايا مزمور تاني حلوه قوي مزمور اختار لك مزمور سهل قوي مزمور 23 حلوه دوت الرب رعيا فلا ايه؟ لا عارف يقول واحد وخمسين ولا تلاتة وعشرين يقول له لا 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 انت ما منكش راجة وانت ما منكش فايدة يلا احنا سايبينك مش فضينلك لمعك زبيحة ولا قادر خد بلك معايا لقادر يعمل ولا قادر يقول راحوا الاتنين عملوا ايه حبيبي ها؟ رقاهوا ايه؟ وجازم مقابله بس خلي بالك خلي بالك النموس لما يجي الواحد مش قادر يعمل مش بس ما يعملهوش حاجة لكن قبل ما يمشي يلعنوه يلعنوه يعني المسكين دوت مش بس الكاهن واللاوي مخلصهوش لكن كمان خد ايه حبيبي لا معلش اطلع رسالة غلطي اصحح ثلاثة وقرى بعض الاعداد اللي تقول لنا النموس ما ينفعش معانا الاعمال ما تنفعش معانا الوصايا ما تنفعش معانا النموس وحش ولا ايه الحكاية ها؟ هو هتقول حاشة حاشة انا اعلم ان النموس روحي اما انا فجسادي ما بيع تحت الايه؟ تحت الخطيه النموس زي الفل هم اللي النموس ما ينفعش معانا يا حبيبي عدد حداشر بصوا معايا ماذا يقول الكتاب ولكن ان ليس احد يتبرد بالنموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يعمله يحيا ولكن النموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها هيعمل ايه؟ سيحيا بها بس انا بحب قوي الايه الجميلة المسيح افتدانا من لعنة النموس الصارة لعنة لاجلنا انا عايز اعرف اللعنة جت لنا منين يا حبيبي هقولها في الايه اللي جاية لانه مكتوب ملعون كل من علق على على خشبة بصوا الايه اللي بعد كده لتصير بركة ابراهيم لمين؟ للامم في المسيح يسوع لنناله بالايمان موعد موعد الروح اذا اخوة الاحباء ان موس لم ينفع ما هذا الانسان المسكين اللي جرح اللي ترمى على قارعة الطريق عايز اوصل لغرض الكلام بقى اما المين اللي ينفع اما المين اللي يشفع اما المين اللي يرفع زي ما يقول اخونا ناصف مين اللي ينفع في السورة ديتي حبيبي انا بنادي من على المنبر قدام الشاشة على كل واحد بيشاهد في كل بلدان العالم كل واحد مجرح كل واحد تعبان كل واحد حاول في الدين كل واحد حاول بالاعمال كل واحد حاول يجيب اخر ما عنده ولحد النهاردة مش حاسس بسلام مجرح وتعبان ومغلوب عندي وصفة حلوة وعندي خبر جميل في هذا الشخص الجميل الحلو اكمل القصة شفتوا الاية اللي قدام حضراتكم يا حبيبي ولكن أنا بحب كلمة ولكن هيعمل بقى سويتش هيا هي هيقلب القصة خالص دلوقتي ولكن سامريا مسافرا بتفكرني بالاية الجميلة ولكن الله بينا محبته لنا لأنه ونحن وبعد خطاط مات المسيح لاجلنا احنا اتكلمنا عن الانسان وحالته شوفنا حالته مش عايزين نعيدها تاني وشوفنا عن النموس وإيه وعجزه ايه كلمة عجزه دي تجيبها منين تجيبها من رمية 8 على فكرة يقول الكتاب لأنه في مكان النموس عاجزاً في مكان ضعيفاً بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولأجل الخطيئة دان الخطيئة فين في الجسد يلا هروح بقى للقصة بتاعتنا تاني سامرياً ايه مسافراً مين يعد بقى معايا خمس حاجات عملهم المسيح بنعمته خمس حاجات عدهم معايا عدهم معايا مين هو المسيح دوت؟ المخلص الحنان اللي قال عن نفسه ليس بأحد ايه؟ قيل عنه ليس بأحد مغيريه الايه؟ خلص تعدوا معايا خمس حاجات عملهم هذا المسافر احنا قرينا من شوية ان الكاهن واللاوي ما لهم؟ عارضة يعني مع الدين بالصدفة لكن السامري السامري وبالمناسبة بالمناسبة ليه اختار المسيح السامري عشان يشبه بنفسه يا حبيبيه؟ لان السامري كان شخصاً منبوزاً من اليهود والمسيح عندما جاء الى خصته ولم ايه؟ تقبل ولما حب يشتموا المسيح حد فاكر قالوا عنه ايه؟ سامري وبك شيطان بس ان هو كله زوق لما رد عليهم قال لهم انا لست بشيطان انا ما رضيش يقول لهم انا مش انا مش سامري عدوا معايا خمس حاجات عملهم المسيح بنعمته واحد واحد يقول لنا الكتاب جاء اليه مسافراً جاء اليه واسأل سؤال لكل اللي بيشهدني مين اللي جه للبشرية مسافر اليها من مكان بعيد عشان يخلص البشرية اسمع ماذا قال الرب يسوع المسيح عن نفسه وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء مرتين يقول عن نفسه ان هو جه يا حبيبي مرة في لؤة 19 يقول لهم ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ومرة في يحنى عشرة يقول لهم جئتوا لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه افضل ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولوداً من امرأة الامر الاولان اللي عملوا المسيح في نعمته مسافراً جاءه ترنيمة قديمة بحبها بتقول ربي نزلت من اوج السماء يا صاحب الله الحنان انت اللي جيت للانسان مسافراً جاءه ها نحب اقول الكلمة دية جاء لا ما السامع جاء ايه اليه جاء المسيح خصيصاً لي وليك عشان يطلب ويخلص ايه يا حبيبي ما قد هلك رقم واحد اتنين بسرعة الامر الاولان اللي عملوا المسيح في نعمته جاء اليه الامر التاني يا حبيبي تحننه ولما رآه ايه تحننه تحننه انا اسأل سؤال معلش لو تسمحوا لي واقف واقف بعد الاجابة دية هل رأيتم شخصاً مثل المسيح تحننه على البشرية انا هقف ودي الماكرافون لأي واحد يقف ويقول لي ايوة عندنا نبي رسول انسان معلم كبير صغير اتحنن على البشرية اتفضل قد الماكرافون هوت قد المايكة هوت اتفضل قلنا حضرتك اللي لدي مين احن منك قال تجئ اليه مين زي المسيح كان مملوءاً حناناً وشفق على البشرية مين زي حبيبي لما جالوا الابرس قالوا ان اردت تقدر ان تطهرني يقول الكتاب عمل ايه المسيح حد فاكر يقول الكتاب تحننه ومد يده وقال له اريد فاتهر مين تحننه زيه يقول عنه الكتاب لما شاف المرأة يا ما اسمعنا عن شخصيات عملت في النساء عمايل ما تتحكيش ولا تتشاف لا تتحك ولا تتشاف لكن مين مين كرم المرأة بجد فعلاً يعني مين مين لما شاف المرأة ابنها الوحيد ميت بعيد عنكم يا حبيبي يقول الكتاب فلما رآها تحننه وقال لها لا تبكي لا تبكي قيل عنه الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الى الظهر انا بشجعك النهاردة يا من فقدت الحنان ويا من تلتمس حناناً من بين البشر عجبني المرنم لما قال لماذا اطوف كأني غريب التمس عون البشر اشجعك تعال الى المسيح الوحيد الذي يتحنن عليك فلما رآه عمله تحنن خد ثلاثة ماذا فعل المسيح في نعمته واحد واحد جاء اليه اثنين تحنن ثلاثة ثلاثة عمل حاجة حلوة اخواتي يقول الكتاب عمل ايه فتقدم وضمض جراحاته وصب عليها زيتم وخمر يعني ايه ضمت جراحاته عارفين الشغلان اللي بيعملها الجراح يعمل ايه بعد ما يفتح ويعمل عمليته يجيب بيقولوا انه في كذا طبقة في الجلد وتحت الجلد والغشاء اللي مش عارف ايه يجيب كل طبقة جنب التانية ويعمل ايه يلمها على بعض اصل الخطيئة لما تيجي على الواحد تبهدله وتجراحه وتخلي كل حاجة في نحية افكاره في نحية وحياته في نحية في بيته في نحية كلهم بعطر مين يلم ويضمد بحبة او الكلمة دي قيلت عن الرب احبائي روح السيد الرب علي لانه مسحاني لعمل ايه لأبشر المسكين ارسلني اهي الكلمة اللي جاي جاي اهيه لعمل ايه اعصب اعصب منكسر القلوب ضمد جراحاتي هقولي ازاي ضمد الجراحات دلوقتي بس عملها المسيح لما كان موجود في الارض اخوتي واخواتي الاعزاء نعم عملها المسيح عملها المسيح عندما تقابل مع امرأة عبارة عن شوية اشلاء اشلاء امرأة امسكوها في ذات الفعل اطلقوا الزاني وامسكوا المسكينة وجابوها في فضيحة امام كل البلد والكبار والصغار وتخيل مع نفسيتها ومشاعرها وادبيتها واخلاقيتها وسمعتها كله كله متمزق وكان هناك عيون تنهش فيها واسنان تريد ان تفترسها وقلوب تريد ان تطحمها لكن كان واحد هناك يريد ان يضمد ايه جراحاتها وكيف ضمد جراحاته يقول الكتاب صب عليها خمرا وزيتا صح صح تعالى الجروح في الاول خمر تجيله صدمة عصابية شديدة يموت فيها على طول من الكحول الشديد لكن الاول عشان خاطر عشان يهدي دي الام الجروح يحط عليها ايه الاول ها؟ زيت حط عليها زيت وبعدين يحط عليها خمر الزيت بيكلمنا عن نعمته والخمر بيكلمنا عن دمه وفداءه وخلي بالك الاثنين ما يجوش غير من خلال معصره معصره والرب يسوع المسيح له كل المجد عشان خاطر يضمد جراحات البشرية راح المعصره حد فاكر معايا لما ودوه حتة اسمها لما راح حتة في الاول اسمها جس سيماني وجس سيماني معناها معصره الزيت ايه اللي حصل هناك في معصره الزيت يا حبيبي؟ يقول لنا الكتاب وهو مجروح لاجل معصينا مصحوق لاجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وبايه؟ وبحضره شوفينا اشعية واحد يقول لنا ان جراحنا ملهاش علاج جراحنا ومشاكلنا ومصايبنا ملهاش علاج اوه كل اللي بيعملوه حبيب الناس بتحاول بتحاول كده تلصم في روحها وتحاول كده تغطي الجروح لكي مش حاجة تتعالج قالها كده في اشعية واحد كل الرأس سقيم وكل الجسم مريض ومن اسفل القدم الهامة الرأس در بطارية لم تعصر ولم تعصم ولم جراحنا ملهاش علاج اشعية تلاتة وخمسين بقول لنا لقينا العلاجة حبيبي مجروح لاجل معصينا مصحوق لاجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وايه؟ وبحضره شوفينا والمسيح لما كان يتقابل مع اي حد يحط زيت وبعدين يحط ايه؟ خمر يتقابل مع السامرية اذهب يوضع زوجك ليس لزوج طيب يحط لها زيت والخمرة دي بقى انا لو ما كان يحط لها خمر يلا خليها تولع يلا ما هي كدابة يعني يقول لها انتي لا المسيح لما قابلها يحطي ايه الاول ها؟ زيت يعمل ايه حبايب يقول لها؟ حسنا قلتي لانه كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك يحط الزيت الاول حسنا قلتي شكحها وبعدين يحط الخمر يطهرها لا ايه فعلا؟ لانه كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو اتريد اتريد جراحك تعصف في هذه الليلة اتريد ان تشفى في هذا المساء بحب اول ترنيمة دي برضو جرحك من يقدر يدويه زمك من يقدر يدريه ليه خايف تتقدم ليه؟ حملك كله ارمي عليه اخوة الاحباء لا اقدم عظة ولا اقدم معلومة لكن اردت ببساطة شديدة ان ابرز حاجتي وحاجتكم الى شخص المسيح ليس كخطة فقط هم بس الخطات اللي متجرحين هم بس الخطات اللي تعبنين نفسيا هم بس الخطات اللي الجروح بتاعتهم غائرة احبائي مين فينا مش متجرحوا مين فينا العالم والظروف ما جرحتوش لكن عندي خبر الللادي حلو قيل عن الرب انت عاضد الساقطين انت مقوم المنحنين واعين الكل يلا فاضل لكلمة صغيرة وخلص خلاص المسيح ونعمته حد فاكر عمل ايه المسيح هدلوقتي واحد جاء اليه اتنين تحنن تحنن ثلاثة ضمض جراحاتيه وصب عليها ايوا تنسوا زيتا وخمرا اربعة اركابه كلها افعال خمسة افعال جميلة جميلة جاء اليه جاء اليه تحنن عليه ضمض جراحاتيه المسيح مش بتاع شعارات وكلام لكن بيعمل حاجات حلوة مع اللي بيجيله وكمان عمل يا حبيبي قولوا معي ها اركابه ها انا بحب المنظر ده حلوة اوي حب اوي المنظر هقول كلام غلط حد يصلح لي بقى مسيح قال له بقولك ايه بص بقى انا جتلك وانا ضمضت جراحاتك يلا تفضل قوم بقى امشي روح بيتك وشد حيلك وحاول تبقى كويس وحاول ما تجيش هنا تاني وحاول تبقى صالح وحاول تبقى مش طالح وحاول تروح تبقى فالح صح الكلام ده تبقى الحبايبي فالح مين وطالح مين يا عمي ده راجل واقع وتعبان بس حلو المسيح مين يقول معايا حبايبي من سمى يقدر ان يخلص ايه ايه الى التمام يكمل المشوار ما تخافش يلي بديت الرحلة معايا هتكمل حد يقول امين معايا عمل ايه بقى حبايب اركبه على ايه وانا بحب المنظر دوت ببساطة جديدة ببساطة جديدة ايه اللي تعجبك فيه في المنظر دوت ايه اللي فوق بقى تحت واللي تحت طلع فوق بس مش فاهم مش فاهم ايه قد قبسط من كده هتفهم ايه تاني حضرتك يعني بقولك اللي فوق نزل تحت واللي تحت طلع فوق حد فاهم حاجة دي كلنا فاهمينها طبعا ما ليه يعني مين اللي كان فوق ونزل تحت حبايب ايه الذي اسكان في صورة الله لكنه اخ العالي المرتفع ساكن الابد بهاء مجديه ورسم جوهره هو اللي ينزل ويعمله ويمشي من تحت والعجيب بقى مش دي العجيبة لكن العجيب والعجيب ان اللي مرمي هو اللي يعمل يا حبايب يطلع فوق تخيل بقى المشهد بقى الحلو بعد كده حبايبي الراجل كان ملقح على الطريق هو اللي راكب على الدبه السامير الصالح هو اللي عامل ايه مش دا اللي عمله معايا ومعاك مش دا اللي عمله معانا يا حبايبي يقول الكتاب اقامنا اقامنا معه وايه اجلسنا معه فين سمويات ويقول الرب له كل المجد في رؤية ثلاثة من يغلب فسأعطيه ان يجلسوا معي فين في عرشه يا سلام على الرفعة والسمو العالي اللي وصلتنا اليه النعمة النعمة التي نحن فيها ايه تاخد الخمسة والاخيرة نختم بيها عمل ايه بعد كده حبايبي ها قال له بيتك فين قال له ما ليش بيت عنوانك فين قال له انا مش من هنا خالص ما عندكش قريب قال له ولا حبايب طب معاكش فلوس تروح فيها لوكاندة قال له ولا حبايب ابدا قال له ما تقولش هام ايه قال له كتر خيرك كتر خيرك يا عم يا ساميري انت جيتلي وضمتت جرحاتي طب سيبني على السكة كده وتفرج بكرة قال له ابدا مش انا اللي سيبك يلا بينا يا حبيبي على فين يقول الكتاب الخمسة بقى والاخيرة واتى به الى فين الى فندق الى فندق وحلوة اول فندق ده هو تحبايبي هو ماشيين في السكة قال له توديني فين حضرتك قال له فندق فندق ده الفندق ده بنسمع عنه في الحكاوي فندق ايه ده فندق ده بياخده فلوس كتير قال له ما تخافش ما تخافش حبيبي انا جيت عشان اخلص وامشي معاك واركبك وادفعلك وصلوا عند الفندق بس انا بحب اوه هو ماشي في السكة سندو بحب اوه الترنيمة برضو اللي كتبها شعارنا الدكتور زكريا عوض الله لما قال للمسيح مهللا انت ربي السامري ذو الصلاح وفيها عدد جميل حلوة اوي يقول له كده استواليني الحديث في الطريقي مثل ما يحكي الصديقه للصديقي وهو ماشي في السكة حبيبي والراجل السامري سندو يقول له عارف عارف انا جيت عشان ايه وعارف انا ناوة اعمل معاك ايه وعارف انه ان السماء اللي مستنياك شكلها ايه يحكي معاه مثل ما يحكي الصديقه للصديقي وصلوا لفندق واول ما وصلوا لفندق حبيبي راح مطلع الراجل السامري الايه دلو كم ها دينارين اش معنى دلو ليه ما طلع لهش تلاتة الاربعة يعني لايه الموضوع مش وباس حبيبي هو طلع له دينارين على قد ما افهم يعني اعتبروها حاجة شخصية انا بفهمها بالطريقة ديت ليه دينارين لانه مش ناوي غيب اكتر من يومين احنا عارفين ان الدينار اجرت يوم مش كده برضو وهو لما دفع دينارين يبقى ناوي يسيبو يومين وهو اصل الرب لما احسن الينا وخلصنا وقلنا انا قمضي لقعد المكان وان ماضيت واعدادت المكان اعمل ايه طيب هاد غيب قد ايه على قد مفهم مش ناوي يغيب اكتر من يومين واليوم في الكتاب يساوي الف سنة يحب اول كلام اللي قاله هوشع احبائي انه يحينا بعد يومين طبعا مش كلامش على الكنيسة وفي اليوم الثالث يعمل ايه يقيمنا طب والفندق دوت يعمل ايه في الفندق دوت يا حبايبي فندق دوت فندق كم نجمة حبايبي دوت يعني ده لا ده فندق ما درش اقولك عليه فندق فيه الرعاية فندق فيه العناية فندق زي ما رنمنا النهاردة معي في رحلة العمري بطول العمري يرعاني يقعد الراجل جوه الفندق عايز اكل يلاقي عايز شرب يلاقي يقولش هم حاجة في الفندق ما ينامش بالليل الآن يقولهم اخبار السكوريتي اللي موجود لا ملوش دعب السكوريتي خالص ولا موضوع الاكل ولا الشرب هو نايم اكل شارب قاعد محمي يرنم هذه الترنيمة الجميلة إنما خير ورحمة يدبعانني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب اله والراجل بقى بعد ما خف قاعد في الفندق كل صبحي يقول له مقربش ييجي مقربش ييجي انا مشتاء عليه قوي انا مشتاء عليه قوي انا شبعان بهبات الخير والرحمة تواليني ماذا عمري لكن مشتاء إنه في الأمجادي بالنعمة أسبحه مدى الدهرين اخوة الأحباء اخوة الغلين على قلبي هذا هو عمل المسيح ونعمته مش بس جاء إلينا مش بس تحننا علينا مش بس ضمض جراحاتنا وصب عليها زيتا وإيه؟ وخمرا مش بس علم آمنا مش ركبنا على الدب لا حاشة لكن أجلسنا محه في دوائر السمويات لكننا في هذه الأيام نقيم في دائرة اسمها دائرة الإيه؟ النعمة النعمة التي نحن فيها؟ طيب اسأل سؤال قبل ما خلص كلامي وإحنا في الفندق في النعمة حبايبي كم حاجة مسؤول عنها الرب يعني في حياتنا؟ مسؤول عن براكتنا ولا مسؤول عن احتياجاتنا؟ طيب مسؤول على أماننا ولا مسؤول على أولادنا؟ لا ردوا علي بجدة حبايبي مسؤول عن أمورنا ولا مسؤول عن مستقبلنا؟ آه آه يا حباي أنا بتخيل الراجل لجوه الفندق في يوم الصبحية يسأل كده النهاردة يا ترى في أكله لا مفيش أكله لا 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 أنت هنا ما تقلاش عليك خالص أبدا؟ ما تخافش أنت هنا في الفندق؟ كل حاجة هتجيلك في المعاد أنت هنا في الفندق ترنم بس الترنيمة واحدة الترنيمة اللي ترنمها الأشبال احتاجتوا إيه؟ أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير طب وأخبار الحماية والأمان والأمن في الفندق تخافشيه؟ 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 لأنه بخوا فيه يعمل ايه؟ يظللك وتحت أجنحته تحتميه؟ الساكن فيه ستر العلي في ظل القدير أقوله للرب ملجأيه وحسني إلهي فعمليه تكيل عليه بسا قبل ما أختم وانزل أحبائي رب ختم القصة الحلوة عجبتكم القصة؟ أنا بسأل حضراتكم أنت لو تكتمها عجبتكم؟ طبعا قصة النعمة الغنية حلوة قوي سرب ختمها بكلمة حلوة قوي قال زي ما تعمل معك روح أعمل أنت كمان قال له من هو قريب؟ قال اللي صنع معه الرحمة ختم المسيح وقال اذهب أنت واعمل ايه؟ واصنعها كذا أنا خلصت عشان نفسنا نرنم كم ترنيمة مع أخونا ناصف ونتعزف اختام الاجتماع ونفرح بس فكروني معا يا حبيبي ثلاث حاجات قلناهم واحد الإنسان وإيه؟ حالته؟ اتنين؟ النموس وعجزه؟ لكن أهم حاجة في قصتنا اللي لا دي المسيح وإيه؟ نعمته أنادي على كل واحد يسمعنا قدام الشاشات يا من تشعر بجراحك يا من تشعر بضياعك يا من تشعر أنك وقعت بين يدي اللصور وخصوص عروك وجراحوك وأنت الآن بين حي وميت أقدم لك لا وصايا ولا شريعة ولا نبوة ولا كلام تحفظه لكن أقدم لك شخص المسيح المخلص الحنان الذي جاء من السماء لكي يضمت جراحاتك سفكت دم لأجلك ويريد أن يعتني بك ويدخل بك إلى فندق النعمة لتقيم إلى أن يأتي من السماء تيجي نقف ونصلي مع بعض شوية أخواتي تعالوا نصلي مع بعض تعال أخي ناصر تفضل أشجع كمان أخوتنا وحبيرنا قدام الشاشات صلي معانا حلو قوي في اختام أي خدمة وأي اجتماع اتجاوب مع الرب وتكلم معاه حل تتعبانة متجرح شاعر أن الظروف والضغوط واللصوص أشكعك تصلي مش بس تسمع الوعظة لكن صلي اتقابل مع الرب خل المسيح الحنان يضمت جراحاتك في هذه الليلة اتقابل معاك بنعمته وبيدمه يطهرك ويأتي بك يرفع مقامك ومكانك ويوجدك في دائرة الرعاية في الفندق